مجموعة ديرمو بيريفاير ويل كنترول لشركة يوسرين منتجات العناية بالبشرة الدهنية وعلاج مشاكل وشوائب البشرة الدهنية من لمعان زايد ودهون مترقمة خاصة مع عدم الاهتمام بخطوة تنظيف البشرة شوائب البشرة الدهنية عامة من بسور ورؤوس سوداء ومسام واسعة هعرض في الفيديو ده روتين يومي متكامل مع شرح مختصر لكل منتج في المجموعة ودوره في روتين العناية بالبشرة الدهنية معاكم دكتور سيدالي طارق محمد عبدالله وبذكركم دعمي بالاشتراك في القناة لايك ومشاركة للفيديو على أوسع نطاق وفي الحقيقة عدم اتباع روتين عناية بالبشرة خاصة البشرة الدهنية مع عدم الاهتمام بخطوة تنظيف البشرة بشكل يومي منتظم هاللحظ تراكم الدهون دي وتجمحها داخل مسام البشرة ومع الوقت ومع تراكم الأوساخ والجلد الميت البيع دي بتكون مهيئة لنمو البكتيريا وبالتالي بنلاحظ انسداد مسام البشرة ظهور بصور مسام واسعة رؤوس سوداء وطبعا الإصابة بحب الشباب وبالتالي مهم جدا نعتني ونهتم بكامل خطوات الروتين اليومي للعناية بالبشرة الدهنية وهبدأ بخطوة تنظيف البشرة وغسول يوسرين ديرمو بريفاير كلينسينج جيل غسول يومي لتنظيف البشرة الدهنية والبشرة المختلطة الميلة للدهنية بساعد في إزالة الدهون والزهم والأوساخ ومنع انسداد المسام وده في الحقيقة بيكون عن طريق توفر حمض السلسلك مقشر أحماض الفواكه بيتاهيدروكسي أسد ده بجانب سيتريك أسد مقشر أحماض الفواكه ألفاهيدروكسي أسد لهم دور في تأشير البشرة وإزالة الدهون والجلد الميت ده بجانب طبعا توفر مواد لتنظيف البشرة إزالة الأوساخ والمكياج ومنها سوديوم كوكمفو أسيتيت سوديوم لوريس سالفيت وده مع توفر تركيبة سيبام ريجوليتنج تكنولوجي التركيبة دي بتساعد في تنظيم إفراز الدهون بالبشرة الدهنية أما بالنسبة لطريقة استخدام الغسول فبنستخدمه مرتين في اليوم صباحا ومساءا كخطوة تنظيف للبشرة قبل منتجات العناية والعلاج بنترك راغة الغسول لمدة دقتين ثم يشطف بالماء تاني خطوة بتكون تهيئة البشرة لاستخدام منتجات العناية من سيروم وكريم وهي بنستخدم في الخطوة دي تونر يسيرين ديرمو بريفاير والكنترول التونر طبعا بيساعد في تنظيف البشرة بعمق تنظيف مسام البشرة ومنع انسدادها تنقيط البشرة من الدهون والجلد الميت وده في الحقيقة بيكون عن طريق توفر مقشر أحماض الفواكه لكتك أسد بتركيز 2% واللي بيساعد في تأشير البشرة بلطف إزالة الدهون الزيدة خاصة في منطقة التيزون الجبهة والأنف وبالتالي تدريجيا مع استخدامنا للتونر حالله استقليل لظهور المسام الوسعة والرؤوس السوداء بل إن التونر كمان تعتبر خطوة وقائية من ظهور حب الشباب والبسور بالبشرة الدهنية طبعا التونر نقدر نستخدمه بعد الغسول سواء مرة أو مرتين في اليوم صباحا ومساءا بيستخدم عن طريق قطعة قطنية بيتم تمرير التونر على البشرة وبيترك بدون شطف بعدها مباشرة بنبدأ فيه منتجات العناية والعلاج سواء السيرم أو الكريم وقبل ما أبدأ في منتجات العناية لمجموعة يوسرين ديرمو بيريفاير أويل كنترول حابب أتكلم سريعا عن الاسكراب المقشر المخصص لشركة يوسرين لتنظيف البشرة إزارة الدهون والأوساخ والجلد الميت بمفعول تأشير لطيف وتوفر لاكتك أسد مقشر أحماض الفواكه ألفا هيدروكسي أسد الاسكراب ده كمان بيساعد في إزارة الرؤوس السوداء والبيضاء من البشرة ويبنستخدمه مرة أو مرتين فقط في الأسبوع يستخدم أو مناسب للوجه والجس ويبنستخدم على بشرة ندية مع التدليك اللطيف على البشرة وبعد كده بيتم شطف البشرة بالمية وتدريجيا كده الروتين بتاعنا بيكون غسول ثم تونر ثم سيروم وبعده الكريم فهوضح دلوقتي سيرومات ديرمو بريفاير مطافر منها سكين رينيوال تريتمينت سيروم مقشر ومجدد للبشرة تريبل إفكت السيروم عرضت عنه فيديو سابق على القناة سيروم مخاصص لعلاج أثار وبوع وعلامات حب الشباب وبرضو هو معالج لمشاكل وشوائب البشرة الدهنية هوضح الفرق ما بين النوعين وهبدأ دلوقتي بسكين رينيوال تريتمينت وده عبارة عن سيرة مقشر ومجدد للبشرة الدهنية بيساعد في تأشير البشرة وتجددها إزالة الدهون والجلد الميت ومنع انسداد المسام وده عن طريق توفر تركيبة من أحماض الفواكه 10% هيدروكسي كومبليكس عبارة عن جليكوليك أسد سليسيليك أسد بولي هيدروكسي أسد التركيبة دي في الحقيقة بتساعد في علاج مشاكل كتير في البشرة الدهنية منها تقليل الدهون ولامعان البشرة إزالة الرؤوس السوداء وتقليل ظهور المسام الوسعة وتصغير حجمها مش كده وبس السيرم ده كمان بيساعد في الوقاية من ظهور حب الشباب والرؤوس البيضاء ده فضلا عن أهمية ودور التأشير ده في تحسين ملمس ونعمة البشرة وكمان بيساعد في علاج أثار وعلامات والبوع النتجة عن حب الشباب خاصة مع توفر جريسريزا انفلاتا روت إكستراكت خلاصة جزور العرقسوس اللي بتساعد بدورها في تفتيح وتوحيد لون البشرة بالإضافة لدورها في تلطيف وتهدية البشرة السيرم بيستخدم فقط مساء بعد تنظيف البشرة استخدام الغسول والطنر بنضع منه كمية قليلة على أماكن ظهور شوائب البشرة مع التدليك اللطيف وبعد امتصاصه بنضع كريم ديرمو بيرفاير ماتيفاينج فلويد أما بقى اللي بيميز سيرم تريبل إفكت في الحقيقة بجانب توفر خلاصة جزور العرقسوس اللي سريزا انفلاتا روت إكستراكت فمتوفر المادة الحاصلة على براءة اختراع للشركة يوسرين ثايا ميدول أيزو بيتيلا ميدو سايزلويل ريزورسينول المادة دي لها مفعول مضاد للتصبغات عن طريق تثبيط عمل إنزيم تيريزونيز اللي بيساعد في إنتاج صبغة الميلانين وبالتالي تقليل لإنتاج الميلانين وتفتيح البشرة علشان كده السيرم ده بعتبره أقوى وأفضل في فعالية تفتيح البقع والعلامات النتجة عن حب الشباب مش كده وبس هو تريبل إفكت تفتيح للبقع تقليل لشواب البشرة الدهنية من رؤوس سوداء ومسام واسعة وبسور وتوفر حمض السلسلك وكمان أنتي شاين إفكت تقليل للمعان البشرة وتنظيم لإفراز الدهون ديرمو بريفاير تريبل إفكت سيرم نستخدمه مرتين في اليوم صباحا ومساء بعد استخدام الغسول والتونر بنوزع منه كمية مناسبة على كامل الواجه والرقبة مع عدم منطية العين وبعد امتصاص السيرم في الروتين النهاري بنضع ديرمو بريفاير بروتكتف فلويد Sbf30 واللي هو مرطب واقي شمس اتنين في واحد وفي الروتين الليلي نضع المرتب العادي اللي بدون واقي شمس ديرمو بريفاير متيفاينج فلويد وبكده عرفنا الفرق ما بين النوعين بالنسبة للكريم المرتب واللي هو في شكل فلويد سائل سريع الامتصاص متوفر منه نوع نهاري مع عامل حماية Sbf30 واقي شمس UVA و UVB ديرمو بريفاير بروتكتف فلويد بيحتوي على كرنتين اللي لدور فيه تنظيم وتقليل إفراز الدهون وتقليل لمعان البشرة مادة اللي كتشالكون A المتوفرة في خلاصة جزور العرق سوس ولليها مفعول ملطف ومضاد للالتهابات وبتساعد في تقليل الالتهابات والإحمرار الظاهر في البشرة مع توفر سلسيلك أسد في النوع المتفاينج فلويد مقشر أحماض الفواكه بيتا هيدروكسي أسد اللي بيساعد في إزارة الدهون علاج شوائب البشرة الدهنية وتقليل لمعان الوج التأشير ده بيكون لطيف وبيساعد في تحسين ملمس ونعومة البشرة ده فضلا عن خصائص حمض السلسيلك المضادة للبكترية لو نلاحظ برضو متوفر بتأثيره في إزارة لمعان الوج وامتصاص الزهم وتدييء المسام مرتب يومي مثالي للبشرة الدهنية نقدر نستخدمه مرتين في اليوم صباحا ومساء مفعوله مضاد للمعان البشرة وأخيرا حابب أوضح الكريم المرتب اليومي للمجموعة اللي كتير منكم ممكن يطلقبط في استخدامه وبالتحديد الكريم ده مخصص لأي نوع بشرة يسرين ديرمو بريفاير أدجانكتيف سوسين كريم النوع ده مخصص كمرطب للبشرة الدهنية المصابة بجفاف ناتج عن علاجات حب الشباب سواء حبوب آيزو تريتينوين رو أكيوتان أو العلاجات الموضعية اللي بتسبب جفاف بالبشرة نتيجة التأشير وبالتالي النوع ده حنستخدمه في الحالة دي فقط مرتب للبشرة الدهنية المصابة بجفاف شديد ولكن طبعا لو بشرة دهنية أو حتى مختلطة ومحتاجين مرتب يومي عناية فالأنسب ديرمو بريفاير متيفاينج فلويد تركيبة الكريم ده غنية بمواد الترتيب المغزية للبشرة لعلاج الجفاف ومنها التوفر الجلسرين بنثينول أو فيتامين بي 5 مرتب مضاد للالتهابات وبيساعد في تسريع التأم الجلد سكوالين كمرتب للبشرة ومضاد للالتهابات سيرامايد إن بي لدور في الحفاظ على ترتيب البشرة ومنع فقد المية والرطوبة من الجلد خلاصة جزور العرقسوس ملطف ومضاد للالتهابات ديميسكون شكلي من أشكال السيليكون اللي لدور فيه الحفاظ على ترتيب البشرة ومنع فقد المية والرطوبة من الجلد وطبعا طريقة الاستخدام بتكون مرتين في اليوم صباحا ومساءا كمرتب يومي للبشرة الدهنية اللي بتعاني من جفاف وخشونة نتيجة عن علاجات حب الشباب والتأشير عرضت سابقا فيديو مقارنة لواقيات شمس يوسرين ياريت ترجعوا لمشاهدة الفيديو ده وده لو محتاجين واقي شمس بحماية عالية SPS50 وكمان بمميزات سواء للبشرة الدهنية ومشاكلها تفتيح البشرة او روتين علاج التجعيد وده حيكون الروتين اليومي المتكامل لمنتجات يوسرين درمو بيرفاير أو الكنترول للبشرة الدهنية بنختار المنتجات اللي حتساعدنا في العناية بالبشرة الدهنية وعلاق شوائب البشرة من دهون زيدة للمعان رؤوس سوداء بثور مسام واسعة واثار حب الشباب الغسول ثم التونر بعده مباشرة بدون شطف نوع من السيرامين زي ما وضحت سكن رينيوال بيستخدم فقط بالليل تريبل افكت ممكن نستخدمه صباحا ومساءا بعد السيرام نضع المرتب وطبعا المقشر او السكراب نستخدمه مرة او مرتين بالاسبوع وبكده اكون عرضت منخص لمجموعة يوسرين ديرمو بريفاير اويل كنترول مراجعة لكل منتج في المجموعة مع روتين متكامل للعناية بالبشرة الدهنية والمختلطة المعرضة والمصابة بشوائب ومشاكل كان معاكم دكتور سيدالي طارق محمد عبدالله وبذكركم دعمي بالاشتراك في القناة لايك ومشاركة للفيديو على اوسع نطاق موسيقى